كمان الازافر بقى. الازافر بقى دي حدوتة. في عشر اتناشر مرض في الدوافر بس. يعني ايه? عندنا افلام كتير عن الدوافر. عندك مسلا يا سيدي دوافر بيضة. مش بيضة بقى كده. بيضة خالص. بيضة بيضة كأنك دهن بوه يا بيضة. يعني معناها نقصة البيومين وكده مشكلة في الكبير. على طول. خلاص? دي دوافر مش بيضة زينا. لا بيضة خالص كأنه دهن بوه يا بيضة. لا مش نقطة. كلها. خلي بالك. زمان مسلا كان آآ بعض البنات تقوم تحط في آآ صوابعها ايه? روج احمر. دلوقتي تلاقيها حتى ازرق. اسود. بني. آآ اخضر. يعني كل الوان الطيف. يعني كل واحد حاطت لون يعني. فانت كده بتتوهي الناس. انا اعرف شخصك ازاي? انت حاطت لون? انا مش عارف اشخص المرض. لازم اشوف اللون بتاعرب بنا صح? طيب. يبقى ده اللي هو ناصة اللي هي دوافر بيضة خالف. طب ايه تاني? عندي تكسير الدوافر. في ناس جيدة بتيجي تشتاكي يقولك انا دوافر بتتكسر على طول. انا يعني الدوافر بتطلع. ايه بقى اللي بتكسر الدوافر? عندنا فيديو عن الدوافر. نشوف كده. نبص على الدوافر كده. بسم الله. ده الدوافر وبنقول عليها ان هي آآ بيبقى عندنا كزا مشكلة في الدوافر زي ايه? عندي مسلا يعني ايه مال روتيشن? هتلاقي الصوابع كده مش مزبوطة مع بعض. خلي بالك. ليه? مش مزبوطة مع بعض. مش قادر مش قادر مش قادر اتني صوابع كلها. واحد بيتني سبعين تلاتة ومش قادر اتني الباقي. خلي بالك. يبقى في مشكلة عنده في المفاصل. تمام كده? طيب. وايه كمان? غير. وعندي كمان ممكن يكون الصوابع واحد فيهم ركب على التاني. صوابع ركب على التاني ده بتلاقي في الرجلين? يعني اغلب المرضى ايجي قولك يا دكتور انا عندي صابع ركب على صابع. او الله العظيم. فايه السبب? السبب طبع عنده ناص كالسيوم وهشاشة عزام. وبيلبس جزم دياء يعني الدنيا متضهور. مفروض ان اول ما يلاقي صابع هيركب على صابع يصالحهم على بعض. ويفصلهم عن بعض ويبتدي يعمل تدليق ومساج وعلاج طبيعي. لا هو بيسيب الصابع تلزق على بعض. وبيسيب صابع رجلين على بعض. تويجي تلاقي كله تشوه. انت سبته ليه كده? طيب. ايه تاني? طيب نبص كده. اه دلوقتي المفروض ان انا اه بشوف ايه اللي تحت الظوافر? علشان اقدر احكم. هل يطرى تحت الظوافر? اه دم يعني الراجل ده اه حد قفل الباب عليه فعمل كده? ولا هو بيطلع لوحده? على فكرة فيه الظوافر اطلع كده? مشوهة. وده نتيجة ان انا عندي امراض مناعية والامراض المناعية ما بتطلعش الظوافر شكلها سليم. طيب ايه تاني? عندي اضافر مشوهة خالص كده بقى? ازاي كل واحد طلع لحيط? ممكن يكون دي اصابة فطرية. يعني فيه فطريات زي ما بتصيب ما بين رجلين ما بين الصوابع بتاعة الايدين والرجلين برضو بتصيب الظوافر وتعمل لنا اشكال اللي انتو شايفينها دي. طيب وايه تاني? لأ بعدين هنسيب الافلام للاخر. وبعدين عندنا كمان فيه امراض مزمنة. الامراض المزمنة بتعمل ايه في الظوافر? بتعمل حاجة اسمها كلابينج. يعني ايه كلابينج? تلاقي الظوافر عامل زي ما يكون باروت بيك. يعني ايه باروت بيك? يعني منقار البغبغان. الظوافر اه يعني حتى القبلق يعني الانجل اللي هي ما بين او الزاوية اللي ما بين الظوافر والجل مش موجودة. يعني فيه يعني في زاوية كده بص. لو حطينا السابعين دول على بعض. يستحيل السابعين ينطبق. حط السابعين على بعض. يستحيل ينطبق. طيب لو 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 جدر الضافر اللمس جدل الضافر يبقى انت مريض. شفت الاختبار ده? تاني. حط السابعين الكبار جنب بعض. هتلاقي بينهم زاوية. صح? لو الزاوية دي تسدت انت عيان لازم تتعالي. كلام جميل. جميل. يبقى الامراض المزمنة سواء كان امرض في القلب. او مرض في الرئة كحة مستمرة. او مرض في قولون اسهال دائم وانساج دائم. او كرون زديده. امراض مزمنة. دي في الاخر بتعمل لي. يعني بتسد الزاوية وتلاقي السابعين لازم وبعض. طيب ايه تاني عندي? عندي اه اللي هي اه عقوبة اطارة لازافر. فرصة واحنا بنشرح. هل يا ترى انا مسموح لأطول ضوافر ايديا ورجليا ولا لا? لأ. غير مسموح. طب ليه غير مسموح? لانه تحت كل اصفر شيطان. عندنا ميكروبات بكتيريا بويضات ديدان كزا كزا. لو لقينا ام في البيت مربية دوافرة يبقى دي هتجيب للبيت كله امراض. اقل لها بكتيريا ديدان تسمم كده. طب معنى ايه? معنى انا لو لقيت طفل في بيت عنده ديدان او اميبة يبقى لازم ادي علاج للبيت كله ام وبوه اخوات. اي ده يا دكتور او الله العظيم. اي طفل يتكشف عنده ديدان يبقى لازم تدي الاسرة كلها علاجة ديدان. ليه? العيب عنده والدته اللي مش بتربي اللي هي مش بتقصد اوفرها وتنظف نفسها. طب في حاجة تانية افضع من كده. ايه الافضع? كنا في لجنة امتحان. وبعدين اه المفروض ان انا في الامتحان وبكسب بطنة فبعمل اربع حاجات. بعيني. وبعدين حاجة اسمها كده بحس الاعضاء. وبعدين بيركاشن. بشوف كده فيه غازات وهوى ومية واورام ولا لا. وبعدين في الاخر اوسكالتيشن. فالبنت دي وهي بتعمل اه ديب بلبيشن كده. المريض قال اي. لما المريض قال اي. الممتحن جير بسرعة فلاقى الاستاذة مضوولة ايه? دوافرة. فلما لقاها مطاولة دوافرها وعورت المريض راح الاستاذة اددها صفر اللي هطلع عبارة. ما ينفعش دكتورة تطول دوافر. زي ما ينفعش ام تطول دوافرها. طب لو يعني بنت كده مطولة دوافرة نقول لها يعني اه يعني اطلت الدوافر بتاني الامراض ودي مخالفة لفترة وكلام ده. طيب انا دوافر بيبقى شكلها حلوة طويلة وبتاع وفي ناس دلوين دول مش بيطولوا دوافرهم. ده بيجيبوا دوافر صناعية. يعني ايه? يعني واحدة مركبة دوافر اتنين سنتي تلاتة سنتي والتحاوم الوان وهو بتاع. حلو? يعني زي واحد صاحبنا كان متجاوز واحدة دوافرة طويلة. آآ وشعرها طويل ورمشها طويلة. وكل حاجة وسنانها بيضة وكده. فلما دخل آآ راحت ايه خلع الايه الدوافر دي كلها طلع انها صناعية. وراحت خلع الشعر الجميل ده طلع ان هو ايه باروك. وراحت خلع ايه الحاجات البيضة اللي على السنانها دي هي طالع انها مش عارف ايه. فهو لما بص عليها كده هو فاي ده? مش هو ده الشكل اللي انا اتجوزت. فهو قاعد مع الاكسسورات فقالته يلا بينا قال لها يلا بينا ايه? انا اقعد مع الناس الحلوة انا كنت متجوزها دي. فالان انا عايز اقول لك عليه انه من غشانة فليس من من غشانة ايه? فليس من ما تتحكش علي ببروكة صح? انا اقرع هو. خلاص? ماشي الكلام? طيب يبقى عندنا عقوبة اطالة الازافر اللي احنا عندنا خمس من الفطرة. اه? الختان والاستحداد اللي هو اه انك تشيل شعر الابط والعانة ونطف الابط. وجز الشارب تخليش انا شكله حلو كده. وقص الازافر. وفي رواية عشر من الفطرة من اول مضمضة. انك تخسل سنانك. والاستنشاك والاستنصار. انك تجيب مية وتقفل منخيلك. وتنفل من واحدة وتقفل التانية. كده بالتبادل. اوعى تنفل من الاتنين مع بعض وإلا. وده اختبوز. اتعلم نساية نفل. خلاص? يبقى المسواك المضمضة. الاستنشاق الاستنصار. وغسل البراجم اللي هي غسل سنيات الاصابع بالادين والرجلين. اوعى تسيب ما بين ايديك ورجليك. يعني انا بتوضيه. حلو? لازم اعمل كده. لازم اعمل كده. وانا بخسر رجلية. لازم ادخل ايديه ما بين صابع رجلية. ما ينفعش حط رجلي تحت المية ولا عبها كده. انفعش. لازم تغسل ما بين صابع رجلية. كده حلو. فانا لو غسلت ده كله ونضفت نفسي ايديه ورجليه انا انسان عظيم جدا ما عنديش بكتيريا وميكروبات. وإلا اعمل لنفسي افرد ان انا ما عنديش عيالي. وما بعملش شكل لحد. يبقى انا هاعدي نفسي. طيب.